أستاذة مونة طبعاً هنبتدي يعني يعني نعود للوراق شوية هنعود إلى اهتمامك بطبعاً قضايا المجتمع المدني قضايا المرأة إلى آخره وأعتقد أنه يعني والدك الفنان الكبير سيد صلاح زلفقار كان هو منتج فيلم أريد وحلى مصبوط وهو الذي تحمس له أي ويعني إحنا طبعاً في الأيام الأخيرة كان في قضايا كثيرة جداً تريحت خاصة في دراما رمضان وكان في هذا المسلسل المعروف اللي هو فاتن أمل حربي تفتكري أنه امتداد لأريده حلاً؟ طبعاً طبعاً هس لو أريده حلاً هو أساساً كان أحد الدوافع لي لما تخرجت من كلية الحقوق سنة الثمانين لأنه الفيلم نزل في منتصف السبعينات وأنا كنت عايشة قصة إنتاجه بحكم أن والدي كان ثالث منتج تلجأ له السيدة فاتن حمامة ويرفضوا أنهم ينتجوا الفيلم فراحت لبابا وقالت له ده كذا 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 فراح نازل فوراً للمحاكم وابتدى يشوف وعمل فريق وتحمس جداً وأنتج الفيلم صلاح ذو الفؤار هو أيضاً من أنتج ومرتي مدير عام ومن أنتج شيء من الخوف وكلها قضايا تتعرض لقضايا المرأة وهو تحمس له فأنا تأثرت جداً بفيلم أريده حلاً وتأثرت كمان أصلاً علاقتي بفاتن حمامة أنها زي أم ثانية لي بحكم العلاقة العائلية فلما بقيت محامية حطيت في دماغي أني لازم أحل المشاكل اللي شفتها في فيلم وأريده حال مشاكل النفأة مشاكل تعدد القضايا قدام المحاكم مشاكل الطلاق صعوبة الحصول على الطلاق والمزلة والمهانة اللي الواحد شافها للأطفال وللأم وحتى للرجل لأنه منتهى المهانة أنه هو يبقى بيفرد على زوجها وأنها تعيش معها غصبة عنها يعني مقديم ولا هي إنسانية ولا مسئولية بصراحة ولا حتى الرجولة المواقف كما أنا أفهمها يعني القضايا دي كلها حطيت في دماغي وبتديت أشتغل على ده وبتديت أول حاجة اقترحتها كانت عقد الزواج الجديد طيب يعني عقد الزواج ده طبعا الجديد مهم جدا ترجمة نانسي قنقر